أعلنت وزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة بمعاهد معاون الأمن حيث يتم فتح باب التقدم اعتبارا من الثامن عشر من الشهر الجاري حتى السابع والعشرين من شهر يونيو من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت بعد النجاحات التي حققها معاون الأمن في منظومة العمل الشرطي بانضباطهم وما يتمتعون به من مهارات تدريبية وبدلية وقتالية عالية اتسبوها خلال فترة دراستهم التي يخضعون فيها لبرامج تدريبية ذات معيير عالمية واستمرارا لهذه النجاحات صدقت سيد محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الطلبة الذكور بمعاهد معاون الأمن وفقا لضوابط ومعايير محددة أعلن عنها مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن فتح باب قبول الدفعة العاشرة بهذه المعاهد تفضل السيد محمود توفيق وزير الداخلية بالموافقة على قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يعادلها لراغب الالتحاق بمعاهد معاون الأمن من الزكور فقط وفقا للقواعد التالية أن يكون المتقدم مصر الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية ألا يقل السن عن 19 عاماً ولا يزيد عن 25 عاماً في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاون الأمن أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ألا يكون قد سبق فصله من أحد معاهد معاون الأمن أو من أي كلية أو معهد آخر لأي سبب من الأسباب ألا يقل الطول عن 170 سم ألا يكون مجنداً بالقوات المسلحة أو ملحقاً بالخدمة بهيئة الشرطة أو بأي من جهات الدولة الأخرى ألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج وتم خلال المؤتمر الصحفي الإعلان عن مواعيد التقديم من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت خدمات معاون الأمن يتم التقدم من خلال صفحة خدمات معاون الأمن على موقع وزارة الداخلية بشبكة المعلومات الدولية اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق 18-5-2024 حتى مساء يوم الخميس الموافق 27-6-2024 ميلادية وستجرى الاختبارات بمعهد معاون الأمن بطرة ومعهد معاون الأمن بالبحيرة ومعهد معاون الأمن بستة أكتوبر بالجيزة ومعهد تأهيل الأفراد بسوهاج وتؤكد وزارة الداخلية على راغب التقدم للالتحاب بمعاهد معاون الأمن بعدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمي للوزارة المخصص لذلك والتواصل مع المعاهد المقررة بالإعلام مدة الدراسة بمعاهد معاون الأمن عام ونصف يخضع فيه الدارسون لبرامج تدريبية متطورة ترفع كفاءتهم البدنية والرياضية والقتالية لتأهيلهم للعمل بمختلف المواقع الشراطية باحترافية وكفاءة عالية تؤكد على الوجه الحضاري والانضباطي للشرطة المصرية الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلب الذكور للتحاق بمعاهد معاون الأمن الدفعة العاشرة هي فرصة للطلب الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها للتحاق بهذه المعاهد شرط اكتياز الاختبارات المحددة عبدالله بركات التلفزيون المصري